استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعاهد دبي في مجلس مدينة جميرة قبل ظهر اليوم أعطاء لجنة التحكيم جائزة حمدان بن محمد لإدارة المشاريع وأعطاء مجلس منائها وشكرهم على جهودهم وحياديتهم لجهة التحكيم في الجائزة وأبارك السمو اجتهاد مجلس المناء وعمله المخلص من أجل خدمة الوطن والترويج لدولتنا الحبيبة في الأوساط الدولية بأسلوب حضاري راق وحضر القاسم الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسعادة المهندس مطر محمد الطير رئيس المنتدى العالمي لإدارة المشاريع رئيس مجلس مناج عيزة حمدان بن محمد لإدارة المشاريع